بالعكس والله أنا أشوف هذا شيء خاص بالمهرة ممكن حتى أذكر والله أنا أتأكد من هذه المعلومة بصارت معي موقف كنت أقول لواحد من أحد القبائل كيف تعامله مع القضية الفلانية قال إلى اليوم الشيخ الفلاني اللي حل القضية ما قال كيف حلها ليش قال هذا سر من أجداده حجري دل عبث بأمن واستقرار محافظة المهرة يقول له هي وراك سنوات طويلة وراك شغل كبير لأن النسيج والمجتمع مترابط من أبرز السلوكيات السلبية المتعلقة بالقبيلة هي العصبية المقيتة كيف لكم تدارك هذا الشيء؟ أهلا بكم من الشرق تطروب، صلح، حلفيت وغيرها مصطلحات لا يفهمها إلا أهل المهرة وهي تشير إلى دستور غير مكتوب يحتكم إليه الأهالي لحل القضايا المختلفة وهي السر وراء تماسك أبناء المهرة وترابطهم منذ آلاف السنين نصلت وضوء في حلقة اليوم على النسيج المجتمع المترابط بالمهرة سمام الأمن والسلام مرحبا بكم مرة أخرى وحيا الله بالشباب حيب يوسف حيب معتصم حيب عبدالله منورين أول شيء خبركم قبل كل شيء خبر يوسف يا حي وسهلا طيب موضوع حلقتنا اليوم هو النسيج المجتمعي مترابط في محافظة المهرة وهذا الأمر نحن نفتخر فيه حتى النخاء شيء جدا جميل لو نتحدث أولا من هم المهرة؟ ندخل الموضوع من البداية من هم المهرة؟ شوف إذا عرفنا المهرة يعني أو من هم المهرة هم أبناء أصل واحد ويعود النسب إلى مهرة بن حيدة يعني من مختلف قبائلهم فهي أحد القبائل القديمة طبعا والدليل على ذلك هي هم من الحضارات السامية والحميرية وما إلى ذلك فهذا يمكن تعريف بسيط جميع القبائل تنتمي لرجل واحد حتى في لفظ كان يقول أتائكم أهل مهرة يعني كان هذا نسبة إلى الأصل الواحد وما إلى ذلك صحيح طيب أيضا في شيء مهم جدا هو صلة القرابة فيما بينهم يعني هم أصل واحد تفرعوا قبائل كثيرة لكن تجد صلة القرابة بشكل كبير فيما بينهم شوف في صلة القرابة تعزيز للنسيج المجتمعي مثلا تلاقي ابناء القبيلة يتزاوجوا داخل القبيلة إذا خرجوا من القبيلة يعني يخرجوا في حدود المهرة فهذا شيء يعجز النسيج المجتمعي المقرابة إضافة إلى نقطة معينة حتى لو تلاحظ بعضها أننا الشباب خاصة للجيل هذا لما تجلس في مجالس كبار السن والشيوخ والناس هذولا في يجيب لك بعض حين اسم من قبيلة ثاني يقول لك ابن عمي أو ابن كيف ما تدري فتحس أن الأصل أساسا واحد اللهم بعدين تطور مع كثرة ومع هذا يمكن راحوا إلى أماكن مختلفة لكن بنفس الوقت أصلهم واحد ومرجعيتهم واحدة وصلت القرابة ومكوثهم في أرض واحدة توقع كان سوب كبير في مرجعية أصلهم صحيح أنه انتشروا في دول الخليج أحيانا في أفريقيا لكن مكوثهم يعود على نسيج المجتمعي أنه لا وأريد أكون قريب اللي حوالي وأريد قبيل حتى في دول الخليج المناطق اللي فيها مهرة تحصلها معروفة ومميزة طيب وفي نقطة مهمة جدا يا جماعة الغير يا أخي المهري ما مسافر وما مغترب تجده يعني يفضل ويريد إلا أنه ياخذ من المهرة هذه نقطة جدا رغم أن المهر غالي فسنا تجده مصمم على أنه ياخذ من المهرة طيب في مقدمة الحلقة أنا ذكرت بعض المصطلحات والكل أعتقد فيكم يعرفها وغيرها من المصطلحات يستخدم في حل القضايا في المهرة وهذا أعتقد سر مهم جدا يعني يساهم بشكل كبير في حفظ الأمن والأمان في محافظة المهرة صحيح حتى أن المشاهد يشوفها مصطلحات لكن أيضا هذه المصطلحات لها قوانينها يعني فيه مثلا على سبيل المثال الصلح هذا إذا صارت مشكلة بين قبيلتين وجدت قبيلة تتوسط المدة نفسها ثلاثة شهور ستة شهور لها أحكامها متى تكون ثلاثة شهور متى تكون ثلاثة شهور فحقيقة الشيء هذا غنيب يعني نفس المصطلح نفسها لها قوانينة ولها شروطة وكل شيء وبنفس الوقت حتى في موضوع التحكيم لما يجيك القبيلة على أي أساس بعض الحين يعودوا إلى الأصل يعني مثلا قبيلتين من القبيلة الثالثة اللي قريبة لهم ممكن تصلح بينهم نعم فالتفاصيل عجيبة غريبة صراحة كرام عبد الله يعني يوضح أنه فيه هناك نظام يعني مدروس وواضح نعم أيضا الشيء الجميل ما سوف يمكننا معك شيء هو نظام لكن لم يكتب إنما متعارف عليه ويستحال أساسا كسرة يعني ببطة هذه النقطة مهمة جدا لأنه ملتزمين فيه ويعني وجيهة القبائل وجيهة هذه يعني أنت في وجهه يعني أعطيك كلمة كذا 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 في الإشكالية اللي كذا كذا ما يقدر الأحد يتجاوز لمدة المرحلة هذا شيء جميل جدا خطوط معينة واضحة ما يقدر يتجاوزها بالضبط أنا أشوف فيه نقطة أيضا مهمة ندور ندور نرجع أنه أصلا نسيج المجتمعي صحيح طيب فيه نقطة الجميلة هذه أنه في المهرة يتم ربط العفو مثلا في إن حصلت مشكلة سواء يعني مختلف ما نذكر قضية معينة ولكن تجدهم يربطوا الذي يعفي على الشخص يعني أنت سويت شيء بحقي فأنا عفيت عنك الوجه الله واحتراما للقبائل الذي حغرت يربطوه بالكرم أن هذا الرجل الكريم صحيح وفعلا هذه حتى فيها بجانب ديني تحسوا أن معزز الدين معزز لهذه وفي منعفى وأصلاح يعني كلها إذا صار في شيء يعزز من قيمة الكرم حتى يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخوانه لما جاء وهو قادر أساسا يرد لهم هو كان رئيس عزيز مصر كان قادر يرد لهم أن يعاقبهم ليش أنا حطيتوني في بئر وجب البئر وما أدري إلى ذلك لكن في الجب لكن كان عنده قدرة ولكن عفى تجد أبناء المهرة حاليا عندهم قدرة أساسا يستردوا أي شيء يعني في الحكم عنده قدرة وعنده قدرة أن يأخذ حقه بطرق يعني هو حق أصلا شراء ولكن تجدهم يعفو والحلو أن القصايد والناس بتشعر فيه فهذا شيء جدا جميل والله هذا بيعزز العفو وأنه يعني سامح التسامح والتراب يقال العفو من شيء من الكرال نعم في شيء مهم جدا أيضا في السنوات الماضية الأخيرة الكل يدرك ويعرف أن محافظة المهرة يعني كانت فيها أحداث يعني أثرت عليها الأحداث السياسية والحرب في اليمن الحرب في البلد طبعا الواقعة يعني في في مناطق مختلفة يعني بعيدة عن المهرة ولكن تؤثر بشكل أو بآخر اشتهرت عبارة جدا جميلة أن المهري لا يقتل المهري صحيح صحيح وهذه من رحية حافظت في سنوات أذكرها كانت من أكثر السنوات يعني توترا في المهرة لكن هذه العبارة المنتجرة عند الناس كلهم أثرت بشكل غير طبيعي 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 عند المهري مستحيلية المهري بشأنك تلاخوي أصلا هذا شيء جدا جميل نعم كمان في نقطة بهمة يعني لو جينا إلى صلب الموضوع وهو كذكرنا في محور سابق أنه مهما صارت يعني المهري اليوم يحترم الآراء طرف الآخر يعني يجي يقول لك كنت من كنت سياسيا مهما كان من يقولك مهما كان المهرة خطة حمر ممكن نختلف على كل شيء لكن نختلف أننا مهرة وأبناء أصل واحد لا هذا استطب ما في شيء نعم حتى حقيقة هذا جسد الدور هذا ممكن مع الحداث الأخيرة يعني الكثير قالوا هذه العبارة لكن أنا أتوقع أنه سواء جاءت الأحداث أو حتى من القدم المهري غالبا ما يكون إلا بجنب أخوه فعليا حتى وإن صارت في أحد المشايكل صعب جدا أنه يعني يعتدي على مهري أخوه إذا كان مثلا شخص آخر تدخل في الأمر يعني طيب في نقطة على هذا في هذا الإطار أنه تجد إذا استشعر أبناء المهرة يعني خطر خارجي وخطر من جهات أخرى ولو كان بينهم وبين بعضهم خلافات خلافات جدا معقدة تجد أن يجنب كل شيء كل شيء يتجنب على جنب ونركز كلنا على شيء وعاد زي ما قال عبد الله قبشي نعم والأمثلة كثيرة وفي هذا أساسا أنا فعليا مفتخر بهذا الشأن يعني في أحد الأمثلة أنه أعرف طرفين متخالفين تماما سياسيا وإذا رأاهم أي شخص غريب يقول ربما يتقاتلوا إذا تلقى ففي حال استشعار خارجي أنه في شخص خارجي يريد يؤثر بين المهرة محافة المهرة تخيلوا أن يوم من الأيام شفتم مجتمعين في مجلس واحد بشأن كيف يعالجوا هذه القضية الخارجية هذا والله ترابط المجتمعي في المحافظة الكل يشوف المصلحة العامة في المحافظة مهما أنا اختلفت معك سياسيا أمور ثانية بس المهرة خط أحمر وهم يرسلوا رسائل أي واحد يريد العبث بأمن واستقرار محافظة المهرة يقول له وراك سنوات طويلة وراك شغل كبير لأن النسيج والمجتمع مترابط جدا وأيضا موضع الشيوخ نوجه لهم كل التحية بالذات الشيوخ اللي يسارعوا يعني مثلا إذا حصلت مشكلة في شحن وشيخ في غرب المهرة في حدود حضرموت هذه حدود عمان وهذه حدود حضرموت تجد الشيخ يأخذ سيارته يروح للمكان الحدث من أجل أن يخمض هذه الفتنة وأن يهدي النفوس ويحل الخضاء فهذه نقطة جدا مهمة جدا الأمر اللهم أيضا في النسيج المجتمعي أن الشباب تجدهم يعني يمشوا على مصار أجدادهم صحيح هذه نقطة جدا مهمة يعني مهمة يشوف حتى من الأشياء الجميلة يقول لك وأنا حتى واحد من أجداد يكان يقول لي تحصت جالسينك في مجلس؟ يقول لك لهم تطروب في مكان فلاني ولا اليوم مواد في مكان فلاني أنت كشاب يا أخي هذول فاضيين هذول شيابة كلام شيابة يقول لك الله تعال أحضر ليش؟ يخليك تسمع يقول اسمع بس ولا تتكلم اسمع وتعال أحضر إيش الفكرة من الرسالة أنك أنت لازم تعرف كيف الناس تتصرف أنت كشاب زي ما قلنا نحن أنه في ممكن دستور أو عرف مش مكتوب فكيف ممكن تعرفها بالحضور بالتعرف بمسائرة الأجداد بمسائرة كبار السن بالسماع منهم في مجالسهم أو في الأمور القبلي اللي تصير نقطة أساساً نصر رسالة فعلية للشباب أنه الشباب حالياً ينشأ ربما قد لا يكون فاهم بهذه الأحكام والأعراف لكن مع التجارب مع السنين تجده بعد فترة هو الذي أساساً يوقف على الحكم فهذا أنا توقع أنه رسالة مهمة للشباب أنه معاشرة الأجداد ومعاشرة كبار والفاهمين في هذه القضايا قد يؤدي أساساً إلى حفاظ المحافظة على المحافظة بشكل عام وبنفسه لقد في نقطة واللي هي ربط الأحداث في قضية معينة أنا أذكر مرة كنت عاور وكنت شاب بس تحس أن الشيخ لما يجي تكلم يقول لك هذه القضية قد صارت ويبيت فلان في فترة من الفترات وسوق فشوف كيف الربط الاستفادة من التجارب فنحن الآن كشباب والنقطة حقيقة كيف نستفيد منها لما سمعت هذه كل يوم صارت مشكلة وكنت أنا حاضر الوات تعزيز الثقال الشاب من الصغر حتى يتكيف ويتعامل بعدين يقضر وبيتعامل طيب في مشكلة يعني مش مشكلة ممكن نقول نقص أو شيء يعني يا أخي هذه المصطلحات ما تجدها مكتوبة هل هي مكتوبة في كتاب هل مثلا إذا واحد اشتيت يطلع عليها صعب ولا لا فالشيوخ هل ممكن أن نقول يعني يقصروا نوعا ما في تدوين هذه الأمور ونجراء منها خصوصية خاصة بالمهرة لا يحق لأحد قراءتها وتطلع عليها شوف أنا بالعكس والله أنا شوف هذا شيء خاص بالمهرة ممكن حتى أذكر والله أنا أتأكد من هذه المعنوب بصارت معي موقف كنت أقول لواحد من أحد القبائل كيف تعامله مع القضية الفلانية قال إلى اليوم الشيخ الفلاني اللي حل القضية ما قال كيف حلها ليش قال هذا صر من أجداده كأنه فيه بنده معين كأنه فيه قضية معينة أي لكن كمان فيه إشارة معينة إلى أن لابد حتى تجسيد هذا الشيء حتى لا ينتظر الناس الباحثين الناس الأكاديميين مثل هذه المصطلحات اللي نقولها الحين في الحلقة الصلح هو عبارة عن كذا 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 لا أنا أقصد يعني مثلا نحن قادرين نعرفها ونتعلمها ويعني أكيد بنتنقلها من أجدادنا وآبانا ولكن أنا أقصد للي جاي من محافظة أخر وجاي من مكان آخر كيف ممكن يفهم هذا المجتمع يعني إيش السر إيش الدستور هذا اللي غير مكتوب كيف الناس بيتعملوا فهي شيء مهم جدا والله أنا مرة أتكلم مع شيخ بخصوص هذا الجانب وقال بإذن الله نحاول أننا نسوي كتاب كامل اللي يشمل كل هذه الأمور فبإذن الله ننتظر جهودها إن شاء الله أنا أعتقد أنها كثيرة فهذا يمكن حصرها يعني يعني يحصر ما يمكن حصرها حتى لو كانت كثيرة أنا ما أتوقع في جزئيات معينة أتوقع بتكون خالة إلا الشخص اللي يحضر واللي يفهمه منك أما كتوثيك هتتوثك بس مستحيل تتوثك كل شيء شيء عميق طيب نحن سألنا المواطنين في محافظة المارة خصوص النسيج للمجتمع المترابط ودوره والتأثيره ممكن نتابع الاستطلاع ومن ثم نرجع إلى كرسي المسئولية وممكن نقول كرسي الشيخ شيخنا اليوم طيب مشاهدين الكرام نتابع هذا الاستطلاع القادم من محافظة المهرة ومن ثم ننتقل إلى فقرة كرسي المسئولية أحب أعرفكم بنفسي الأخ محن سليمان محمد زويدي ومن ديري صيحوت محافظة المهرة هو ترابط المهري الأسر يعني طبعا ابناء المهرة كلهم الداخلين في بعضهم البهض هذه واحدة اللي خالدة واللي عم هذا يعني كلهم عيد العم وخالة يعني ما حدي بعد عند الثاني ودع لكم كان اللغة هي التربطهم اللغة يعني نادرة في البلاد يعني المهرية يقولها نادرة معروفة وتربط تجمع الأسر المهري كامل هذا بالطبع يعني والمهرة الناس ما شاء الله متعاطفين متعاطفين με بعضهم البعض يعني الفقير والغني متعاطفين مع بعضهم البعض يعني زي ما تقول للمهرة كلهم أسرة واحدة يعني بالضبط يعني لا تتفرق بين هذا ولا هذا المهرة الناس ما شاء الله مترابطين ومتكاتفين في كل الأمور مش في أمر واحد في كل الأمور في أي حاجة كان في سلم كان في حرب أي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم سر ترابط أبناء المهرة وهو نسيج الاجتماعي أبناء المهرة لهم لغة قديمة يتميزون بها وهذه اللغة هي التي يحافظون عليها ويحافظوا على نسيج الاجتماعي من هذا اللغة وهو حتى في الغربة لو أبناء المهرة تلاقوا فإن هذه اللغة عندما تجد واحد مهري يتكلم مع واحد مهري في هذه اللغة فإنه يكون زي أخوه من أمه وأبوه وهذه اللغة دائما يحافظ عليها أبناء المهرة وهي من قديم الأثر وهي تحافظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المهرة النسيج الاجتماعي في حفظ الأمن وهم أبناء المهرة وقوفهم مع بعض في حفظ الأمن لأنهم دائما يكونوا مترابطين بينهم والبين دائما تزوج عندها ودائما تزوج عندها فدائما نحفظوا أمن المهرة من كل الشر ومكروه وهم دائما ترابطين مع بعض في النسيج الاجتماعي هناك عدة أسرار وعدة عوامل تربط بين أبناء محافظة المهرة ومن ضمنها وأبرزها وأهمها هي اللغة التي تربط بينهم حيث يتميز أبناء محافظة المهرة عن بقية محافظات اليمنية الأخرى بتفردهم باللغة المهرية وكذلك هناك أيضا عوامل أخرى من ضمنها الأعراف والتقاليد القبلية والمساحرة وكذلك أيضا تندرج جميع قبائل المهرة إلى نسل مهرة ابن حيدان وهذه عوامل وعوامل كثيرة وحدت بين أبناء محافظة المهرة سر تربط بين أبناء مهرة أولا هو اللغة التي خلت تربط بين أبناء محافظة المهرة هي اللغة المهرية التي تتميزونها عن غيرهم والثانيا تقعد في مبلان المهرة فيما بينها من البين والمهرة ليست هي ذات الكتافة السكانية المهرة يجد بها أشخاصها المهرية في قط وليه ميزة عما غيرها ليست التعاون بينها من البين مثل إذا حدث فيها حدث مشاكل بينها الكبيرتين تدخل كبيرة الأخرى بحل المشكلة بينها الآن أنا أجلس إلى هذا الكرسي كوني شيخ وأتقم مصدور الشيخ القبلي وكيف يمكنه أن يحافظ على نسيج المهرة المترابط بإذن الله أكون عند حسن ضنك يا شباب أسمع لك يا شيخ محمد أخونا المهمة شوية لا والله صعبة جدا بس أعطي ما عندي إن شاء الله قدت إن شاء الله إن شاء الله ممكن تبدأ مع تصنع حياك الله الشيخ محمد حاليا أنت تتقمص دور لمدة خمس دقائق كونك شيخ قبلي في محافظة المهرة السؤال قد يكون ربما شوي وجيه نوعا ما السؤال يقول أنت كدورك كشيخ قبلي في محافظة المهرة هناك أعراف وأحكام قبلية السؤال يقول هل تطبق على القوي فقط ولا تطبق على الضعيف أم أن هناك توازن بين الأمرين كيف يمكنني أن يساهم أن تطبق على جميع قصدك طبيعي الشيخ يعني إيش الشيخ يعني قدوة الرجل الأول في القبيلة لازم يكون قدوة في كل تفاصيل حياته في كل شيء لازم أن تكون قدوة أنت أول واحد أنت واجهة القبيلة فإذا سمحت بتمرير مثل هذه هذا ابن تاجر ولا هذا يقرب للشيخ ولا هذا لا يمكن تطبيق عليها أي من هؤلاء العقوبات مثلا فأنت شيخ فاشل لا يحق لك لثانية أن تكون شيخ الشيخ يجب أن تكون قدوة والقدوة يجب أن تكون تتعلم القدوة من 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 رسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاءت مرأة امرأة من بني مخزوم يعني سرقت في معنى هذه أنهم يريدوا يعني يستشفعوا لها أحد يروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له مرأة سرقت ولكن يوم ممكن فقال والله لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحشاها بنت رسول الله فالشيخ لازم أن يكون ويجب أن يكون قدوة في كل شيء وهذا الأمر إذا تغاضيت عنه فأنت لا شيخ ولا تعرف المشيخة برأيي على أقل شيء برأيي هذا أنا ممكن أتعمق في الموضوع الزيادة ولي أكون صريح أو جريئة نوعا ما اليوم المشيخة صارت عند البعض وراثة وعند البعض صارت المشيخة كم رصيدك في البنك لتكون شيخا ما هو معيار شيخ القبيل اليوم من وجهة نظرك كيف أقول والله هذا شيخ قبلي من وجهة نظرك يعني من كلام تنظيري أنت اليوم كشيخ قبلي كيف ترى هذا الأمر شوف عبد الله سؤالك مرة حلو يعني كيف ممكن أن الواحد يقول على الشخص شيخ وهل على طول يعين أصلا شيخ برأيي أقل شيء إنه لا يمكن أن تكون شيخ إلا إذا فرطت نفسك كشيخ كيف ممكن تفرض إذا حضرت في كل قضية ساهمت في إخماد الفتن ساهمت في خدمة المجتمع هنا ممكن أنك تفرض نفسك لتكون شيخ فهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لرصيدك البنكي وأنا فاهم الشيء اللي أنت تريد توصلها لي يعني يقدر واحد يفرض نفسك كشيخ بفلوسة بفلوسة كلام فاضي المشيخة ما هي فلوس ولكن كلمة شيخ لها تبعات فأنت مثلا أنت منت شيخ ومعك مرضى في قبيلتك مهم جدا أن يكون معك فلوس بس الفلوس مش كل شيء محمد عشان أوضح الأمر أنا الآن تكلم قذك شيخ خلاص يعني تكلم المنظور أنك قذك شيخ هذا الكل سي أنا الآن باعتباري شيخ وأرد عليك بالشيء اللي أراه مناسب أنا سؤالي ما قبل ذلك معيار الشيخ النفس متى أنا أقول أن هذا والله شيخ قبيلة يعني أنت الآن تقول أنه والله إذا كان الرصيد البنكي فهو ما في مانع يعني كأنك تقول أن اللي عنده رصيد بنكي ممكن يكون شيخ لا 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 يعني أنا مش أنا بقول لك شيء مش خليناك المبلغ الفلوس مش معيار أساسي جميل ولكنه مهم يعني كن واضحين تمام لأنه كلمة شيخ لها تبعات يعني أنت تعرف أن القبيلة بتحتاج لا لازم يكون معك لازم يكون معك أقل شيء يعني مصادر تقدر تجيب فيها الفلوس إذا ماشي معك في رصيدك أنت تقدر كيف تجيب كيف تخلي أبناء قبيلتك يساهموا معك في هذا الأمر فهذا أمر مهم جدا طيب الشيخ محمد من أبرز السلوكيات السلبية المتعلقة بالقبيلة هي العصبية المقيتة كيف لكم تدارك هذا الشيء والله يشوف أمور المشرخة والقبيلة هذه يكونوا واضحين يعني نحن مجتمع قبلي ونعرف تفاصيل هذه ما في عمل ماشي عشان أن نظر عندك وأقول لك سنقيم دورات لشكلها فاضي ما هي شخة ما هي كذا لكن الأمر المهم أنك أنت تكون قدوة أنا كررها هذه لأنه إذا أنت كنت قدوة هم بيتبعوك أما شيخ قبلي بيسوي الأبناء القبيلة وتدورات كلام فاضي هذا التنظير ما هو في واقعنا يعني فالإجابة المناسبة لهذا الأمر أن تكون أنت قدوة أول شي في هذا الأمر ومحاربته وتوضيح للشباب هو اللي يجي أعتقد من الشباب ومن يعني الأصحاب الطلعة زايدة هذول وفيه تجد فيهم شوية كلنا شباب بس بالبعض تجد فيه شوية العصبية هذه وبسرعة تنرفز وبسرعة بيقول لك ضوم حبريد بحديدي وضوم حبريد بمدريمون فهذه يمكن يعززها الشيخ بأن يكون قدوة قدوة للشباب والأمر الآخر أن يسارع في إخماد الفتن العصبية متى تجي لو وقعت فتنة لو وقعت قضايا مختلفة من قضايا التي تحصل في المجدد فكيف ممكن أنك تجاوب على هذا أنك تنقض وأنك تسارع في إخماد أي فتنة أنا عندي سؤال كذا اعتراضي نوعا ما أنت حاليا تقمص دور مسؤولية الشيخ عن الجلسة نعم تفضل فسؤالي كمحمد بالحاف كالشيخ محمد بالحاف أنا نظرتي للشيخ أنه شخص حكيم صاحب سلوب راقي هادي ربما قد لا أرى في تفاعلك هذا مناسبا أنه أنا أتقمص دور الشيخ ولكن في الأصح إذا جيت تقول لي أنا ما أريد أن شيخ شيخ لا تبعاد شيخ أنت تكون أول رجل في القبيلة لك لازم عليك شيء لازم تسويه يعني إذا أحد قل لك شيخ يجام لك إذا ما شيخ خدمت مجتمعك كنت قدوة وخير قدوة وأيضا إذا ما ساهمت وأسرعت في حل القضايا والفتن طيب يا شباب على النسيج المجتمعي ممكن أحد عنده إضافة إذا أحد حبيضي إذا أحد عنده تبرير يكون مع التصويت لا 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 تصويت المسألة ما فيها تقريبا تضحت الصورة طيب نبدأ من عندك أول شيء أعطيك ألف عافية شيخ محمد ونحن من البرنامج نتغمص هذا الدور حتى نوصل رسائل حقيقة قد نتوفق قد ما نتوفق طبيعي أنا من خلال سؤالي ومن خلال أجوبة الشباب لم أرى ذلك مناسبة بالنسبة لك محمد بالنسبة لأجوبة وأيضا ممكن عدة نقاط أنا ممكن ما أتضحت لي بالنسبة لي فأنا أعتذر هذه المرة حقيقة وأعطيك الكرت الأحمر ليس لشخصك وإنما لأجوبتك لكل واحد قدرات يعني مش كل واحد بيكون شيخ حقيقة وحتى نكون واضحين في البرنامج نفسه يعني نحن بناءنا على أسئلة نجاوب فممكن الآن نتوفق في الإجابة في حلقة طبيعة 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 أنا أزعل يعني لا أعطيك العافية لا تفضل أخي يصف أخي يصف أخي يصف أخي يصف أخي يصف أخي يصف أنا بأمانه أعجبني ردودك وأنت قلت ربما قد لا أكون شيخا ولكن أنا فعليا أرى محمد بلحاف في هذا الدور قد يمثل فعليا شيخ حقيقي وما يكون عليه أو متطلب على الشيخ في الوقت الحالي وأنا أجيزك بامتياز كروز أعطي كروز شكرا يا معطس أول ديت النوصلية محمد على تم وجه الشيخ محمد طبعا أشوفك كنت صريح ما بلقت في الإجابات وعطيت الإجابات حقها فأنا أعطيك الضوء الأخضر أجيزك شكرا لك طبعا أنتو هذا دور رأيكم أنتو صحيح وللمشاهدين أيضا رأي ممكن يعطوه آراهم مشاهدين الكرام هل يستحق من يجلس على هذه المسئولية المسئولية التي أوكلت إليه أو لا لكم الرأي بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى أختار أعود إلى طبيعة في الطمعة ماشي خطير بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا حتى الملتقى كونوا بخير من أراضي الشرق أفكار الشباب تنبثك النور بنقاش وخطاب الخطأ نكشفه ونشوفه الصواب ينبل الصبح لما البجم الشروب من أراضي الشرق أفكار الشباب جامحة بالعزم للأفوال من تقاليد لغا وانقاطباع أرثنا باقي وما في يوم ضاع ما نلبس وجه مهرتنا قناع للهوية عندنا قدر وحضور من أراضي الشرق أفكار الشباب جامحة بالعزم للأفوال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر